بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكو في قناة تفسير احلام مرتي الشرعية. النهاردة هنتكلم مع بعض عن رؤية مكان العمل. هنشوف اهم التفسيرات المتعلقة برؤية مكان العمل سواء شفنا مكان العمل اللي احنا بنعمل فيه حاليا او لو كان لقينا عمل سابق وشفنا ان احنا دخلنا المكان بتاعه برضو هنعرف اهم التفسيرات. كمان هنعرف امتى بتكون رؤيته محمودة وامتى بتكون رؤيته غير محمودة. بشكل عام رؤية دخول مكان العمل من الرؤى اللي بتبشر الشخص بانجاز مهمة او انجاز امر يمكن كان ما انجزهوش الرأي او كانت يعني امر معلق. لما يشوف الشخص انه دخل المكتب بتاعه او مكان العمل اه بتاعه لقاه اه مش نديف او مش اه مترتب. اولا اه للاسف من الرؤى اللي شوية بتكون غير اه محمودة. اولا ممكن يدل على صعوب. او عقبات ممكن اه تقابل الرأي في انه يوصل لطموح معين او ليه حلم اه معين. كمان لما يشوف انه هو واقف اه في اه مكان العمل وهو مش نديف او اه مش مترتب. فمن الرموز برضو اللي اه للاسف اه بتدل على اه فشل اه ممكن اه يعني يتعرض ليه الرأي. اه احيانا برضو بيكون رؤية اه مكان العمل اه من الرموز اللي بتشير لقلق او خوف الرأي من هو يزيب شغله او انه يفصل اه من عمله. لما يشوف الشخص انه واقف في مكان العمل بتاعه واقف اه لوحده احيانا بيدل على شوية ان هو مش راضي عن العمل ده وانه بيبحث عن فرصة عمل اه افضل. اما رؤية دخول مكتب العمل او المكان العمل ويشوف انه نديف وانه مترتب. اولا بشارة باستقرار اه ليه الرأي اه كمان اه من الرموز اللي بتدل على وصوله لشيء هو بيتمنى او شيء كان اه بيحلم به. لما يشوف انه هو دمت الاستغناء عنه او طرده من المكان فلالاسف بتدل على ضيعة شيء اه اه كمان لما يشوف الرأي انه مش قادر يحمي المكتب اه بتاعه. اه فبرده وللاسف من الرأي اللي بدل على فشل الشخص اه فيه امر معين اه اه هو كان اه يعني بيسعى اه لي. اه كمان لما يشوف الشخص انه غير مكان العمل. رؤية تغيير مكان العمل لي اه مكان افضل او مكان احسن. فبشارة بتبديل في احوال الرأي للافضل وكمان للاحسن. اه لما يشوف انه اه بيغير مكان العمل لكن فضل في نفس الموقع او في نفس يعني المكان. فاحيانا بتدل على رابط الرأي لتغيير اه بعض الامور في حياته او تغيير اه سلوك معين او روتين يومي هو بيعمله بشكل متكرر. فمن الرأي اللي هو يتمنى ان هو يغير اه في امور حياته. كمان لما يشوف انه اه راح مكان تاني اه غير مكان عمله. فبرده من الرأي اللي بتدل على انتقاله لمكان جديد او اه يعني اه حصوله على عمل افضل كمان حصوله على اه زيادة في اه رزقه وساعة اه في اه ماله. لما يشوف الشخص انه راح اه مكان للعمل لكن شافوا ان المكان او المكتب بتاعه شوية دايق. فبرده من الرموز اللي الاسف بتدل على ديئة في الرزق او معاناة للرأي في حياته بشكل عام سواء في عمله او في اه اه حياته الشخصية. كمان تغيير مكان العمل اه لمكان اه غير نظيف لما يشوف انه راح لمكان غير نظيف فالاسف بتدل على مشاكل ممكن يقابلها في عمله او في حياته او تغيير هيحصل في حياته ولكن للاسف التغيير ده مش هيكون للافضل. لما يشوف ان المكتب او مكان العمل اللي هو كان شغال في ادهد. لما يشوف انه المبنى بتاعه ادهد فمن الرأي اللي بتدل على الوجود اشخاص محيطين بين اشخاص دول بيحاولوا انه هما يفسدوا حياته او يدمروها. برضو هدم مكان العمل او هدم المكتب الخاص بالرأي. للاسف برضو من الرأي اللي بتدل على تعب وعلى اه شقاء. اه يمكن من الناحية المالية شوية فمن الرأي اللي بتدل على تعب وشقاء عشان يوصل لي اه مال او يوصل لي اه رز. اهيلا كمان بتدل على العمل اه في امر معين ولكن الامر اللي عمل دوت هيكون الربح بتاعه قليل. كمان هدم مكان العمل من الرأي اللي زي ما قلنا انه فيه اشخاص بيحاولوا يأذوا الرأي. لما يشوف ان المكان مش نديف زي ما قلنا بتدل على هموم او على مشاكل. لكن لما يشوف ان هو بينظف آآ مكان العمل. لما يشوف انه آآ بينظفه بالمية. فبرضو من الرأي اللي بتدل على قدوم خير للرأي في الفترة القادمة. تنظيف كمان آآ مكان العمل بشارة باموال وي برزق قادم وهيكون افضل وهيكون احسن. آآ تنظيف مكان العمل بشارة برضو بقدوم اخبار آآ سعيدة واخبار مفرحة في الفترة القادمة. لما يشوف الرأي انه آآ آآ يعني بيشتغل او انه دخل آآ مكتبه هو اصلا في في الواقع آآ عاطل او بيسعى لفرصة عمل. لما يشوف انه دخل مكان للعمل بتاعه فبيكون آآ بشارة ليه بفرصة آآ عمل وكمان آآ برزق. قصوصا لما يشوف ان المكان ده آآ كان آآ يعني آآ جميل ومترتب. آآ احيانا كمان آآ من الرؤى لما يشوف انه بيقدم لي آآ وظيفة. لما يشوف انه دخل مكان آآ ويبيقدم لي آآ وظيفة. فبرضو من الرؤى اللي بتبشره بالرزق وبالخير وي آآ بحصوله بالفعل على وظيفة. ده في حالة انه آآ نجح في التقديم. ده كده باختصار اهم التفسيرات المتعلقة برؤية آآ مكان العمل آآ في المنام سواء آآ رؤية آآ آآ مكان العمل الحالي. كمان رؤية مكان العمل القديم. لما يشوف الرأي انه آآ دخل آآ مكان العمل القديم. احيانا بيدل على عدم رضا للرأي من آآ امر معين آآ في حياته او عن وظيفته الجديدة. او ان هو دايما بيفكر فيه الماضي وعنده حنين للماضي. آآ بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. آآ لو في اي سؤال او استفسار اكتبوا لي تحته. انا ان شاء الله اردتها عليكم. بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلام.